أكد جلالة الملك عبد الله الثاني دعمه لصمود المقدسيين وحفاظهم على هوية المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والسمرار الأدن كذلك في تحمل المسئولية التاريخية والدينية في حماية هذه المقدسات والدفاع عنها وعن حقوق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة وشدد جلالته خلال مأدبة إفطار لممثلين عن أوقاف وكنائس وأهالي القدس بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على ضرورة العمل لمنع تكرار ما تتعرض له المدينة المقدسة من اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية والأهالي كما هنأ جلالته المسيحيين بعيد الفصح المجيد ومن جهته جدد غبطة بطريارك المدينة المقدسة في أوفلس الثالث امتنانه للوصاية الهاشمية ولجهود جلالة الملك الحثيثة لمواصلة حماية حق المسيحيين في العبادة بحرية في الأماكن المقدسة في القدس وبين غبطة بطريارك اللاتين في القدس بير باتيسيا بتسبالة أن ارتباط جلالة الملك بالقدس أمر معترف به دوليا ومقدر وثمن رئيس الهيئة العليا لشؤون الكنائس الدكتور رمزي خوري ما يحمله جلالة الملك من أمانة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى وكليسة القيامة التي تحظى بالوصاية والرعاية الهاشمية